اشتركوا في القناة الاسرائيلية على مناطق مختلفة من قطع غزة خلال 24 ساعة و30 شهيدا فلسطينيا في مجزارة صيونية جديدة بمحيط مجمع الشفاء الكيان الصيونية استهدف غزة وبيتلاهية بالاحزمة النارية وتسجيل استشهاد 18 فلسطينيا غارقا نتنأى محاولة التحصل على المساعدات الغذائية مقررة الامم المتحدة الخاصة للاراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد ارتكاب قوات الاحتلال اعبال ابادة وتطهير عرقي في غزة والمنسق الاممي لعملية السلام في الشرق الاوسط يكشف ان قتل المدنيين في القطاع يتم بمعدل غير مسبوق ويشدد على ان لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الجزائر تؤكد التمسك بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة ومواصلة النضال لتجريد محتل من حصانة لمحاسبة ترفض مشروع الحوكمة الانتقالية في القطاع وترحيب دولي واسع بقرار مجلس الامن بشأن الوضع في غزة قوات الكيان الصهوني تقتحم مدينتين نابلس وجنين ومخيمة عسكر اعتقال عشرات الفلسطينيين بينهم اسرى سابقون والاحتلال يقتحم المسجد الاقصى ويجبر المعتكفين على مغادرته روسيا تعلن احباط عملية ارهابية في مقاطعة سامارة تتهم اجهزة استخبارات غربية بمساعدة منفذي هجوم موسكو وتشديد من الكريملين على ان اي محادثة للسلام في اوكرانيا من دون روسيا مآلها الفشلة اهلا بكم مشاهدين الكرام الى التفاصيل والبداية باخرة تطورات في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد الفاصل موسيقى موسيقى في المستهل ارتكبت قوات الاحتلال السريوني ثمانية مجازر جديدة في قطاع غزة رحى ضحيتها واحد وثمانون شهيدا وثلاثة وتسعون مصابا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية واعلنت وزارة صحة الفلسطينية في غزة عن استشهد ثنين وثلاثين الفا واربع مائة واربعة عشر فلسطينيا وإصابة اربعة وسبعين الفا وسبعمائة وسبعة وثمانين اخرين منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة في السابع اكتوبر الماضي استشهد ثلاثون فلسطينيا ثلاثا في قصف صهيوني استهدف منزلا في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي غزة في وقت يواصل الاحتلال عدوانه على المجمع لليوم التاسع على التوالي هذا وافد الهلال الاحمر بخروج مستشفى الامل في خانيونس عن الخدمة بعد اجبار قوة الاحتلال طواقم المستشفى والشرحة على اخلائه لليوم التاسع على التوالي يواصل الاحتلال الصهيوني تنفيذ جرائمه في محيط مجمع الشفاء الطبي محاصرة المستشفى وتدمير اكثر المناطق حيوية فيه لم يشفي غليل هذا الكيان الغصب بل لجأت آلته الحربية الى دك نسف المنازل على رؤوس قاطنها بها مجية لا مثيل لها وحصلت اليوم عشرة شهداء وحشية الاحتلال وشراسته وهامجيته لم تنضب بعد اذ يمعن في ابادة الحياة في غزة ابادة مورست فيها كل اساليب القصف والقتل والعتقال والتنكيل فمن سلم من القصف لن يسلم من قناصة المحتل المشهد في شمال غزة لا يختلف عن جنوبها فصور الابادة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني هي نفسها الاحتلال اجبر التواقم الطبية والمرضى والنازحين في مستشفى الامل على اخلائه ليخرج هو الاخر عن الخدمة برا وبحرا وجوا يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الدام بحق الفلسطينيين ولان الكلمات وحدها تعجز عن اصف بشعة ما يحدث يبقى المشهد في كل ركن من اركان غزة اشده الى من الله اكبر هذا واستشهد واحد وعشرون فلسطينيا على الاقل بينهم عشرة اطفال وعشرة لصبات في قصف صهيوني استهدف منزلا يؤوين زحين شمال رفح جنوبية قطع غزة مجزارة صهيونية تتزامن مع تصاعد تحذيرات الاقليمية الدولية من تدعيات كارثية للاجتياح الصهيوني المحتمل على المدينة التي تحتضن اكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني نازحة في تحدي صارخ لقرارات مجلس الامن الدولي تواصل القوات الصهيونية ابادة المزيد من المدنيين الفلسطينيين ولا حرج في قموسها من تقتيل الاطفال والنساء وتدمير البيوت على رأس ساكنها هنا شمال محافظة رفح جنوب قطع غزة أغارت الطائرة الحربية الصهيونية على منزل مكتظ بالنازحين ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرين فردا من عائلة أبو نقيرة في مجزرة جديدة تأتي ساعات من تبني مجلس الامن الدولي قرارا يلزم الاحتلال بوقف فوري لإطلاق النار إخوتي كلهم بنات إخوتي كلهم جواز إخوتي لسوان إخوتي كلهم هدول سليم هشام وليم وأسيل وتوفيق وسما وشام هدول نبيلة وصارة ومريم هدول أمي ويسين أبو يسين الضهر هدول أمي أبو يا أمي يسين العلم إسراء وآية خواتي إسراء جوزها استشهد من شهر كانت تحكي عدوا لأدنا لحقناها مش نطولين بعضه سدقت آخر مجازر الاحتلال في المحافظة الفلسطينية الجنوبية كان جل ضحاياها من الأطفال والنساء الأبرياء فيما أصيب العشرات بجروح بلغة بفعل شدة الغارة الصهيونية صوت صاروخ طلع صفرت سفير نطلع بطلع هيك اللوضة باب اللي هو كانت قوية جدا جدا بطلع هيك قمنا في الزجاج لهم بقولوا في الفلا لقينا فوقينا الردم قمت قومت الولاد لقيتهم الحمد لله كلهم بخير الجروح بسيطة طلعنا على جراننا لقينا اللحم عندنا هان أنا حملت بيجي ست شهدة من هان أطفال كلهم ست سنين وأربع سنين وتلت سنين وفي رضيع لسه عمره يمكن شهر ونص تصاعد المجازر الصهيونية في رفاح خلال الأيام الأخيرة يؤكد نية الاحتلال اجتياح المحافظة عسكريا لاقتراف المزيد من المذابح في حق ما يزيد عن مليون ونصف المليون نزح اجتياح لا زال يقابل برفض دولي حتى من العواصم الداعمة للكيان إبادة عائلة أبو نقيرة وآلاف العائلات قبلها يؤكد نية الاحتلال ممارسة تطهير عرقي ضد سكان قطاع غزة في محاولة مفضوحة لقتل روح المقاومة لدى الفلسطينيين المستعدين لتقديم أعز ما يملكون دفاعا عن أرضهم ومقدساتهم استشهد وصيب عدد من الفلسطينيين ثلاثا في قصف صهوني استهدف خيام النازحين غرب خانيونس جنوبية قطاع غزة وفدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوبية غزة ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين وصلت قوات الاحتلال الصهوني ثلاثا استهدافها لمناطق الشمال غرب مدينة غزة وبيتلاهيا بالأحزمة النارية وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن بيتلاهيا شمال القطاع شهد هجمات بالأحزمة النارية وتقدم للدبابات ونيران مدفعية الاحتلال الصهوني باتجاه هداف في المدينة كما شهدت المناطق الغربية لشمال غزة أحزمة النارية من الطيران الحربي الصهوني ما أسفر عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحة بينهم أطفال ونساء كما توغلت آلية الاحتلال في مربع المدارس وسط بيتحانون شمالي قطاع غزة استشهداء 18 فلسطينيا في بحر غزة أثناء محاولة الحصول على مساعدات ألقيت من الجو وفد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن 12 فلسطينيا قضوا غرقا بسبب إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ في حين استشهداء ستة آخرون بسبب تدافع المكتب وفي بيان نشر أثلاثاء حمل الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهوني مسؤولية السياسة التجويع والحصار المفروض على قطاع غزة أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البناز ارتكاب قوات الاحتلال الصهوني أعمال إبادة وتطهير عرقي في قطاع غزة تقريرها الذي رفعته الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جناف أكدت أن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أو استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولا إلى تطهير عرقي وتمت إثر تصريحات لمسؤولنا كبار في الكائن الصهوني بنية ارتكاب إبادة تزول تقرير لتؤكد حقيقة لا غبار عليها الاحتلال الصهوني يرتكب إبادة جماعية مكتملة الأركان في قطاع غزة هذا ما أدرجته مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البناز في تقريرها المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان بجناف تحت طائلة ما أسمتها الأصباب المنطقية ارتكاب الاحتلال عدة أعمال إبادة في حق الفلسطينيين في غضون أقل ست أشهر إسرائيل قد دمرت غزة ومحة تمنى تقريبا كل الهيكل التحتية والأراضي الزراعية والمساكن ومرافق الرعاية الصحية والهيكل التحتية للتجال الجنود الإسرائيون قدمنا نشروا إذن أشريثة صوروها لقتل الأسر والأمهات والأطفال وقصفهم للمباني والمساجد والمدارس نعم هذه الأشريثة التي بالفعل تبين أفعال هؤلاء الجنود تشرح عملية الإبادة عنوان اختارت البناز أن تلخص به تقريرها الأممية لافتة فيه أن الاحتلال الصهيوني بغزة يستهدف شعبا برمته عبر ثلاث أنواع من أعمال الإبادة ارتكبتها قواتها بحق الفلسطينيين والفلسطينيات منها قتل أفراد في المجموعة وإلحاق أضرار جسيمة بسلامتهم الجسادية أو العقلية بإسرائيل سقتمت التعديم على القانون الدولي الإنساني وذلك لتوصيف سكان الفلسطينيين والهيكل التحتية من الممدة للحياة بصفتها إذن أهداف قابلة للدمار والقتل حول إسرائيل أن تدفي طبعا شرعيا مثلا على تدمير هيك تحتية طبية في غزة والهدمة التائلة من وقوع ألاف الوفيات والإصابات والصدمات تقرير المسؤولة الأممية لمجلس حقوق الإنسان بجينيف يوثق جرائم الاحتلال السهيودي ويستذكر مشاهد النزوح القصري للمدنيين ويعتبرها كلها أدوات لتنفيذ خطط الإبادة والتطهير العرقي للفلسطينيين بأوامر من كبار مسؤولي الكيان السهيونية أكد المنصق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند ضرورة حماية المستشفيات في غزة من التحول إلى صحة قتال في ظل استهداف الكيان السهيونية طواقم الطبية والمرضى وأشار المسؤول الأممي في تقريره خلال جلسة مفتوحة بمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية الثلاثاء إلى أن قتل المدنيين في قطع غزة يتم بمعدل غير مسبوخ يجب أن نضمن حماية واحترام المستشفيات من قبل كافة الأطراف وأن تصبح محل اقتتال لا يمكن أن ينطبق القانون الدولي بشكل انتقائي وإنما ينسحب على كافة أطراف النزاع في كل وقت لقد فرعت من حجم القتل والدمار والمعاناة الإنسانية التي تمخضت عن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة حيث يقتل المدنيون بنسبة غير مسبوقة المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط شدد على أن لا شيء يمكن تبرير سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني المنتهجة من سلطات الاحتلال كما أدان قتل آلاف المدنيين في غزة أغلبهم نساء وأطفال أدين قتل آلاف المدنيين في غزة السواد الأعظم منهم هم من النساء والأطفال والأشخاص المحبوبين بالحماية ما من تبرير لهذا العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني ويساورني القلق بسبب ما قد يرقى إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي شددت الجزائر على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة باستكشاف السبل الكفيلة بتنفيذ الكامل لقرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة منذوب الجزائر دائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع جدد في كلمته خلال جلسة مفتوحة بمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية على دعم الجزائر الثابت للأمين العام للأمم المتحدة في مواجهة حمالات التشويه التي تستهدفه مجددا دعم الجزائر وتعاونها بغية تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريفة على مجلس الأمن أن يبحث وبطريقة الملحة عن شبل لضمان التنفيذ الكامل لأحكام القرار 23-34 قبل أن تتبدد رؤية قيام دولة فلسطينية بسبب سلوك المستوطنين والمستوطنات نعيد تأكيد على دعمنا والتزام للثابتين واستعدادنا التعاون مع كافة الأطراف المعنية لصون حق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة بتقرير المصير وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف تمسك الجزائر بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة عطاف كلمة ألقاها قبيل مؤتمر صحفي عقده في مقر الخارجية الجزائرية الثلاثاء شدد على أن الجزائر ملتزمة بالمرافع لتفعيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وفقا لما تنص عليه الموثيق الدولية مع التصدي لمشاريع وحملة التهجير إلى خارج القطاع فإن الضوابط التي حددها السيد رئيس الجمهورية والتي رافعت ولا تزال ترافع من أجلها الدبلوماسية الجزائرية في مجلس الأمن فهي تتمثل كذلك في أولويات بيذات الدرجة من الأهمية وبيذات المنزلة في سلم العولويات أولا العمل على تفعيل وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة ثانيا توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني وفقا لما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية ذات السلة ثالثا وضع حد للمعوقات والعراقيل التي تعترض جهود الإغاثة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني في كافة أنحاء قطاع غزة وزير الخارجية الجزائري أكد أن الجزائر تواصل نضالها من أجل تجريد المحتل من حصانة لا محاسبة وتقييده بشرعية دولية عبر تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الصيوني على مستوى محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام الهيئات القضائية الدولية وبالخصوص أمام محكمة العدل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية سادسا وآخيرا عدم القبول بتجزئة معالجة العدوان الإسرائيلي على غزة وفرض احترام استقلالية القرار الفلسطيني والإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل الدولة الفلسطينية أعطاف أكد رفض الجزائر مشروع الحوكمة الانتقالية لكونه محكوما عليه بالفشل من دون إدراجه في إطار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أود التأكيد على قناعتنا الراصخة بأن ما صار يعرف اليوم بمشروع الحوكمة الانتقالية لغزة لن يكتب له النجاح إلى إلا إذا تم إدراجه ضمن إطار عسى ألا وهو إطار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة يشكل اعتماد مجلس الأمن الدولي قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة إنجازا جديدا للدبلوماسية الجزائرية ويثبت تمكونها من دوليب العمل في أروقة الأمم المتحدة كونها المرة الأولى التي يقدم فيها جميع الأعضاء المتخبين مشروعا للمجلس حول القضية الفلسطينية وقادت الجزائر مفاوضات مكثفة طيلة اليومين الماضيين عملت خلالها على سياغة مقترح مقتضب يعالج العناصر الأكثر تعقيدا بما فيها وقف فوري لإطلاق النار ووعدنا بأننا سنعود سنعود لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن وعدت الجزائر فكان وعدها نافدا على مدار شهرين وفي أروقة الأمم المتحدة رافعت الجزائر من أجل دفع مجلس الأمن إلى تبني قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مشروع واجهته العادد من العراقين وكان للفيتو الأمريكي الدور الأساسي في إجهاضه غير أن قوة إصرار الجزائر أعادتها مجددا لقرع أبواب مجلس الأمن وكسبت ومنذ الفاتح من يناير الماضي عقد مجلس الأمن ما لا يقل على سبعة اجتماعات بطلب من الجزائر لوحدها وهي الاجتماعات التي تم تخصيصها لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مختلف جوانبه وتدعياته الإنجاز المشرف الذي حققته الدبلوماسية الجزائرية داخل الهيئة الأممية المبني على نظرية تعدد الأطراف يحيلون إلى تفاصيل مشروعين تقدمت بهم الجزائر منذ بدء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن شهر جونفي من هذا العام المشروع الأول تقدمت به الجزائر في منتصف فيفري الماضي حامل في طياته مجموعة مطالب في مقدمتها مطلب الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ورفض مشروع قرار التهجير القصري للسكان المدنيين الفلسطينيين غير أن النسخة المعدلة للمشروع أفشلت بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض رفض اعتبر ممثل الجزائر الدائم أنه يمثل موافقة على تجويع الفلسطينيين وعرقالة صريحة لقرار وقف إطلاق النار في غزة أسأل أنفسكم وضمائركم عن نتائج قراراتكم وكيف سيحكم عليكم التاريخ عادت الجزائر للمرة الثانية إلى مجلس الأمن في الثاني والعشرين مارس الجاري غير أن عودتها هذه المرة ضعثرت أوراق الولايات المتحدة بتصويتها ضد المشروع الأمريكي المنحاز إلى الاحتلال الصهيوني رفض جزائري لقي دعماً من روسيا والصين التي استخدمتا حق الفيتو لمنع تبني المشروع لما يحمله من غموض وقوف الجزائري ضد مشروع الولايات المتحدة في الخامس والعشرين مارس الجاري خطوة تحسب لديبلوماسيتها التي دفعت بعد إصرار منقطع النظير مجلس الأمن إلى تبني قرار وقف فوري لإطلاق النار بغزة في شهر رمضان على أن يؤدي إلى وقف دائم انتصار يثبت مجدداً قوة الدبلوماسية الجزائرية وتمكنها من دواليب العمل في أروقة الأمم المتحدة واتقت عدسات الكاميرات موقفاً داخل مجلس سلم الدولية الاثنين بين مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع ونظيره الفلسطيني رياض منصور وصفه كثيرون بالمشرف ويصور المشهد لحظة مندات مندوب فلسطين رياض منصور نظيره الجزائري بن جامع ليكون في المقدمة ليجيبه مندوب الجزائر أنا وراءك دائماً في موقف اعتبره مراقبون مشرفاً للجزائر ولدبلوماسيتها التي تتبنى دائماً مواقف دعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني أنا وراءك دائماً يجب عمار بن جامع سفير الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة مندوب فلسطين رياض منصور وتلك رسالة واضحة لا تخرج عن إطارها الطبيعي والمنطقي الذي لطالما كانت الجزائر تتحرك ضمنه نصرة لفلسطين ودعماً لها كما يشهد التاريخ الجزائر وقفت مع القضية الفلسطينية منذ بدايتها والكلمة أو العبارة التي أصبح حتى الفلسطينيون أنفسهم يحفظونها جيداً وهي المقولة التي قالها الرئيس راحل هوري بومدين الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة خليجي الجزائري منصور الذي آثر أن يبقى بن جامع في طالعة المشهد كانت دلالات مناداته جالية وفق مراقبين الجزائر التي حققت انتصاراً دبلوماسياً بافتكاك اعتماد قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة مكانها في المقدمة هذه كحرب سياسية دبلوماسية هي في مجلس الأمن هو قمة الانتصار ونحن وصلنا إلى انتصار في قمة الهرم الدولي ومن وراء هذا الانتصار كان واضح الجزائر بدبلوماسيتها بنشاطها طبع علاقتها وتبين من خلال اللهجة تحدث بها والطريقة التي نادى بها مندوب الجزائر مثل الحماس الذي يملأه وأراد أن يعطي مندوب الجزائر حقها بأنه مكانك هنا في المقدمة والبقاء في المقدمة يقتضي الثبات على المواقف ذاتها رغم المتغيرات وهو ما أكده الرئيس طبون على الدوان الجزائر سيدة في قراراتها وخياراتها تلكم هي الأولويات والأهداف التي ستواصل الجزائر المرافعة والعمل من أجل تحقيقها في مجلس الأمن وفق النهج القوين الذي حدده رئيس الجمهورية وهو الذي يؤكد على الدوام أن الجزائر سيدة قراراتها وخياراتها وأن الجزائر تظل وفية لعقيداتها الدبلوماسية التي تتخذ من نصرة القضايا العادلة ركزة أساسية لها لا تخل بثاباتها المتعيرات والظروف العابرة قد تتقلب البواقف الدولية في فلك السياسة لكن الجزائر بعقيدتها الدبلوماسية الراسخة تظل إلى جانب فلسطين من دون تبدد أو تحيين أثار تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ردود فعل عربية ودولية ومنظمة غير حكومية بين الترحيب والمطالبة أو المطالبة بتنفيذ العاجل لوقف آلة دمار للاحتلال الصيوني منذ بداية العدوان على غزة في السابع أكتوبر الماضي الجزائر التنجح أخيرا في تمرير قرار بوقف إطلاق النار من مجلس الأمن الدولي قرار لقي ترحيبا دوليا ومطالبة بالتنفيذ العاجل كما رفقته الإشادة بالدور الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية في الأمم المتحدة جوتيرش يرى بأن الفشل سيكون أمرا لا يغتبر بعد قرابة ستة أشهر من العدوان الصيوني المتواصل على غزة وهو ما اعتبرته منظمة التعاون الإسلامي خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال ردود الفعل العربية توالت بعد تبني قرار بوقف إطلاق النار دول عربية عديدة على رأسها الجامعة العربية رحبت باعتماد القرار الذي قد يوقف المجازر اليومية في حق الشعب الفلسطيني الاتحاد الأوروبي الذي صوتت دوله الأعضاء في مجلس الأمن صالح القرار الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع خلال شهر رمضان مع أمل تمديده إلى وقف مستدام يؤكد الحاجة إلى توسيع تدفق المساعدات وحماية المدنيين في غزة في حين وصفت الخارجية التركية قرار مجلس الأمن بالخطوة الإيجابية مع تحفظها من تنفيذ الاحتلال الصهيونين للقرار وهو قرار لا تراه الولايات المتحدة الأمريكية التي امتنعت عن التصويت ملزماً للكيان المحتل ورغم التحفظ من تنفيذ القرار من جانب الكيان الصهيوني إلا أن نجاح اعتماد هذا القرار يعد بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني كما ورد على لسان مندوب الجزائر الدائم في الأمم المتحدة اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية ثلثاء مدينتين نابلوس وجنين ومخيم عسكر بتزامني مع شن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وفدت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقتين رفيديا والمخفية بمدينة نابلوس بما اقتحمت قوات أخرى مخيم عسكر الجديد كما شنت قوات الاحتلال هجوماً على مدينة جنين وعدة أحياء فيها وسط انضلاع مواجهات المصدر ذاته ذكر أن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطوح عدد من البنايات وخصوصاً في حي الألمانية واقتحمت عدد من المنازل وحطمت محتوياتها وتعمدت إلحاق أضرار بالمركبات المركونة على جنبات الشوارع كما اعتقلت شابين بعد مدهمة منزلي ذويهما وتحطيم محتوياتهما في حياء الشرقي والألمانية أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن شن قوات الاحتلال الصيوني حملت اعتقالة واسعة في الضفة الغربية شملت ثلاثين فلسطينياً بينهم معتقلون سابقون وفدى النادي في بيان صادر عنه ثلثاء أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم الجالزون شمال رامالله بينهم عدد من عمال غزة فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل طول كرم نابلوس جنين وطباس وارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ السابع أكتوبر الماضي إلى نحو سبعة آلاف وثمانمائة فلسطينية اقتحمت قوات الاحتلال الصيوني الاثنين المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك وأجبرت المعتكفين فيه على مغادرته وفدت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال ومستعمرين اعتدوا مساء الاثنين على المصلين أثناء خروجهم من المسجد الأقصى المبارك بعد انتهاء صلاة الترويحة واعتقلت شابين قرب باب الخليل عقب خروجهم من المسجد وفدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن ثلاثين ألف فلسطيني أدوا صلتي العشاء والترويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة اشتركوا في القناة أخبرنا متواصلة وفي شأن آخر أعلنت جماعة الحوثي في اليمن ثلاثاء عن تنفيذ ست عمليات عسكرية خلال الثنتين وسبعين ساعة الماضية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية وطائرات المسيرة وقال المتحدث الرسمي لقوات الحوثي يحيى سريع في تسجيل المصور نشره في حسابه عبر تطبيق تيليجرام إن العمليات استهدفت أربع سفن أمريكية وسفينة بريطانية وأخرى كانت متاجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بالإضافة إلى استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر نفذت القوات البحرية والقوات الصاروخية أربع عمليات مشتركة على أربع سفن منها سفينة ميرسيك ساروتوغا الأمريكية في خليج عدن وسفينة أبل ديترويت الأمريكية في البحر الأحمر وسفينة وانكبو البريطانية في البحر الأحمر وسفينة بريتي ليدي والتي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة ونفذ سلاح الجو المسير بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر ونفذت القوة الصاروخية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت من خلالها عددا من الأهداف الإسرائيلية في منطقة إم الرشراج جنوبه فلسطين المحتلة وقد حققت العمليات العسكرية أهدافها بنجاح بعون الله تعالى أعلنت جماعة الحوثية الاثنين عن جاهزيتها لتوقيع خارطة السلام في البلاد وأدعت التحالف العربي لاتخاذ خطوة مماثلة لقطع طريق أمام من سمتهم تجار الحروب جاء ذلك في كلمة لرئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط ألقاها عشية الذكرى التاسعة لانطلاق عمليات ما يسمى التحالف العربية في اليمن الموافق للسادس والعشرين مايي الفين وخمسة عشر وادع المشاط إلى المضي قدما نحو إحلال السلام المستدام وإنهاء ما سمه العدوان على اليمن وتوقيع وتنفيذ خارطة السلام التي تم التوصل إليها في المفاوضات برعاية سلطنة عمان أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بيان عن وزارة الخارجية الجزائرية أوضح أن الحركة مست ثمانية وعشرين سفيرا وثلاثة قناصل عامين وثلاثة قناصل على أن تدخل هذه التعينات حيز التنفيذ بمجرد الانتهاء من إجراءات البروتوكول المطلوبة البيان ذكر أن الحركة تهدف إلى أعطاء ديناميكية جديدة للدبلوماسية الجزائرية وتحصين العمل الدبلوماسي لمواجهة تحديات الراهنة وتكفل الأفضل بالجارية الجزائرية في الخارج كشف وزير الخارجية الجزائرية حمد عطاف عن اجتماع آخر بين الرئيس الجزائري ونظيريها التونسي والموريطاني إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي قريبا أطاف خلال مؤتمر صحفي عقده في الجزائر العاصمة ثلاثاء أكد أن الاتحاد المغاربي في غيبوبة وليس له أي نشاط ولا حتى أمينا عام بصلاحياته وأن الرئيس الجزائري أثار ملف الاتحاد المغاربي مع جميع قادة المنطقة الذين زاروا الجزائر سنة الماضية سلطات اقترح الرئيس سيغا وأنا لما ذهبت كمبعوث خاص للرئيس لدول المغاربية كانت مهمتي شرح هذا الملف لهم وذهبت لموريطانيا وذهبت لليبيا ولتونس كان هناك لقاء على هامش معتمر الغاز في الجزائر وفي المستقبل قريب أستطيع أن أقول القريب سيكون اجتماع آخر مبرمج وقد برمج وسيكون هذا الاجتماع في أجل جد قريب نعم؟ من القادة نعم على مستوى القبرة أعينت الجزائرية بهجة لمالي سفيرة للسلب والأمن في البرلمان الافريقي بأثر فوري وقال رئيس البرلمان الافريقي شيف فورتشان شارون بيرا عقبت عينه الجزائرية لمالي في المنصب على هامش الدورة الاستثنائية للبرلمان الافريقي في مدينة ميدراند بجنوب افريقيا إن لها نضال من أجل السلم وشغفا لا يتزعزع بحل سراعة آملا أن تستغل منصبها للدعوة إلى السلم واحترام السيادة والسلامة الإقليمية في أفريقيا بشكل عام وفي السراع في الشرق الأوسط بشكل خاص أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن مواطنا ينتمي إلى مجموعة موالية لأوكرانيا قتل الثلاثاء في انفجار قنبلة كان يحملها خلال توقيفه في منطقة سمارة شرقية البلاد وأوضح الجهاز في بيان أنه عند توقيف الجاني انفجرت العبوة يدوية الصنع التي كان يحملها ما تسبب في إصابته بجروح قاتلة وأكد أن القتيل كان يخطط لتنفيذ هجوم وأن الحادث لم يسفر عن إصابة أي عنصر أمن أو مدنيين بجروح وذكر الجهاز أن القتيل ينتمي لفيلق المتطوعين الروس وهو مجموعة من المقاتلين الروس المتحالفين مع أوكرانيا في منطقة سمارة وجاء الحادث بعد أيام من هجوم مسلح استهدف قاعة كروكوس شمال غرب موسكو وأسفر عن مقتل نحو 140 شخصا اتهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أليكساندر بورتنيكوف الثلاثة أجهزة استخبارات غربية وأوكرانية بمساعدة منفذي الهجوم على قاعة موسيقية في موسكو الأسبوع الماضي أوقع عشرات القتلى ونقلت وكالات أنباء الروسية عن بورتنيكوف تأكيده بأن العمل تم التحضير له من جانب من سماهم متطرفين بتسهيلات قدمتها أجهزة استخبارات غربية والاستخبارات الأوكرانية نفسها رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أكد عدم التعرف على هوية مدبر الاعتداء موضحا أن المشتبه فيهم في تنفيذه كانوا يعتزمون التوجه إلى أوكرانيا نعتقد أن العمل تم التحضير له من جانب متطرفين وبالطبع سهلته أجهزة استخبارات غربية والاستخبارات الأوكرانية نفسها لديها صلة مباشرة بالأمر أجهزة المخابرات الغربية كان لها يد في ذلك الأحداث تثبت تورط الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وأوكرانيا في الهجوم الإرهابي تم القبض على أحد عشر شخصا في هذه القضية لكن سيكون هناك المزيد أكدت روسيا ثلاثة أن أي محادثة للسلام مع أوكرانيا أو في أوكرانيا دون مشاركة موسكو سيكون مآلها الفشل وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكو في مقابلة نشرتها صحيفة أرجومانتي إيفاكتي أن أي قمة سلاب عالمية بشأن أوكرانيا تستبعد روسيا مجرد عبثة وفق تعبيره مضيفا أن بلاده تواصل حربها المستمرة منذ عباين في أوكرانيا لحماية نفسها من الغرب بموضوع آخر أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتالا الاثنين عن إحباط مخططين إرهابيين كان يستهدفان بلاده منذ مطلع الفين واربعة وعشرين وهما أدى إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى المستويات قبل أشهر من استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية التي يعود لها الشبح التهديد الأمني مجددا على وقع أجواء مشحونة يسودها التخوف من انفلات أمني يهدد السير ونجاح الألعاب الأولمبية المقبلة تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاحتضان الأولمبياد بكثير من التوتر جراء تفاقم الهواجس الأمنية وبروزها للعلن مع أحدث تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتالا أعلان عن إحباط مخططين إرهابيين كان يستهدفان فرنسا محتضنة الألعاب بعد ثلاثة أشهر قرب عجل برفع حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها حفاظا على الأمن القومي وتماشيا مع المستجدات في الخارج في صورة الهجوم المسلح في ضواحي العاصمة الروسية موسكو انفلات أدى إلى تكثيف السلطات الفرنسية لدوريات القوات المسلحة في الأماكن العامة واتخاذ إجراءات صورمة في حق المهاجرين المقيمين في التراب الفرنسي بصفة شرعية أو غير شرعية خلفت موجة غضب أخرى ومظاهرات تضاف إلى السلسلة التي يشهدها المجتمع الفرنسي ضربة جديدة للألعاب الأولمبية المقررة بدءا من السادس والعشرين جويلية إلى غاية الحادي عشر أوت المقبلين بعد قضية العنصرية التي هزت الرأي العام العالمي على خلفية رفض واسع لمقترح تنشيط المغنية الفرنسية ذات الأصول المالية آيانا كامورا لحفل افتتاح الأولمبياد ومع قرب الموعد الأولمبي تضع لجنة الأولمبية الدولية العاصمة باريس تحت المجهر في قلق متصاعد بخصوص سير الأولمبياد الذي تحوم حوله عدة متغيرات قد تفسد نجاحه ختام النشرة تبقى دائما الروابط الإلكترونية الخاصة بالقناة وظهر أسفل الشاشة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة